السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي إلى كل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات هذه المرة حبت باش نتحدث في موضوع اللي أثير مؤخرا عن طريق قناة انتع النهار واعتقال بعض الناس هكذا من بينهم الممثل هذك كمال بوعكاز وكذا المدعو عبدو صمار وآخرين وتحدثت القناة انتع النهار بأنه فيه شبكة اللي سمتها شبكة المدعو هذا أمير بخرس الهارب من العدلة حبيت باش نتحدث في هذا الموضوع ونعطي وجه انتع النظر تاعي من خلال تجربة ومن خلال تحليل لبعض المعطيات اللي راها موجودة كاين اللي هي في متناول الناس كل وكاين هي اللي لا يعرفها عامة الناس فيه بعض الناس أولا يطرحوا أسئلة يقولك لماذا انت تتحدث في هذا الموضوع كاين اللي يقولك باللي غيره هذا المدعو أمير بو خرس هذا أراه صار شخصية شخصية عامة وصار مشهور وبالتالي انت تتحدث عليه على جلبه شي يعرفك الناس إذا كان بهذا المنطق وهذا البرنامج أنا مسميه خدم عقلك إذا كان بهذا المنطق يعني الإنسان اللي يراه هدرك هو يتحدث في هذا الناس المشاهير وشخصية العامة المفترض هو أنه يطرح هذا السؤال على هذا الشخص في رمشة عين شخصية مشهورة بماذا بالطعن في الأعراض بالحديث على المشاهر تحدث هو على سلال ويتحدث على ويحيا ويتحدث على هذول اللي يراهم شخصيات عامة رغم معروفين يعرفهم من الخاص بالعام ويعرفهم في الواقع مشي في الفيسبوك يعني إذا كان تحدثنا بهذا المنطق وكن جيد في بعض النقاط من خلال تسلسل منهجي للموضوع ونشرح لكم بعض القضايا ومرة على مرة نطرح هذا السؤال نتاع خدم عقلك كنت تحدثت على هذا الشخص في موضوع انت ابن صديرة قادرين تعاودوه وتسمعوه ووجهت كثير من الرسائل وقلت أنا لما نحب نتحدث في موضوع على الأقل يكون الواحد مولم بالموضوع يعني مشي غال هكذا كبركنتا تتحدث من أجل الحديث الشي اللي خلاني نتحدث هو أنه كان هناك تغليل وكان هناك وعي زائف الوعي الزائف كان بعض من الناس هكذا واحد تتنوضوا يكون نراجد هكذا تقيسوا هكذا ولا يقولك هني ناي ذي هيه ويعود يرقد هذاك وعي الزائف وهذا هو الشي اللي خلاني أنا نتحدث لأنه المسألة تتعلق بالرأي العام وهذه هي المهمة انتها الإعلام مسألة تتعلق بالرأي العام فيه محاولة لتظليل الرأي العام سواء من القناة هذه انتها النهار أو من هذا الناس اللي رأمه ما يدعمه في هذا المدعو أمير بو خرص نحاول نحكي لكم بتسلسن منهجي على بعض المسائل حتى باش فيما بعد نفهمه نعرفوا شكون هو هذا الشخص هذا شكون هما الناس اللي رأهم من وراه وشكون هو هذا أني سرح ماني وقانة النهار وشكون هما الناس اللي رأهم من وراه تعرفوا بالليل أزمة موجودة في الجزائر والأزمة هذه الأخيرة لا نتحدث عن الأزمة اللي من قبل والسراعات اللي كانت موجودة من قبل حول الحكم غير فقط من 92 منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية وارواح هذا أنيس رحماني ظهر في هذه المدة هذا هذا أمير بو خرص هذا هذا ما كان حتى واحد سمع به ما كانش يعرف هذه الأزمة طول نهائيا نحن عشناها هذا أنيس رحماني نعرفوه نعرفوه من أنه قلم مرتزق كان يخدم مع الجهاز ول debated هؤلاء على المخابرات القيامة لمنخESق في تلك المرحلة كأنه مجيزر بنحل equipo كثير من الناس اللي قتلوهم من جميع الناس اللي هو قتلوهم For the cases the cases the cases the cases the cases the case the cases of the cases the cases the cases cases عج trzeba تهتم شعر وبراءهم من تسلق من تحديق المجيزر في بلجيكا من اللجمع انت على ايس يحكي لي الى واحد قال لي اغتصبوه مو قدامو ومن بعد قتلوه يعني هذا الجهاز انت على المخابرات وبطبيعة الحال انا لا اعمم نتحدث دائما على الناس الاستئصاليين الناس المجريمين اللي قادرين يفعلوا الافاعيل بالشعب وفعلوه هذا الشبك انت على المخابرات عندهم الناس اللي يخدموا معاهم يخدموا معاهم من الطاكسيور يخدموا معاهم الحراقة يخدموا معاهم نسى هذو كتع الحمام يخدموا معاهم الكردوني يخدموا معاهم الكوافر يخدموا معاهم ناس في الاعلام يخدموا معاهم ناس من رجال الاعمال رجال المال يخدموا معاهم ائمة يخدموا معاهم ناس في الجمعيات يخدموا معاهم ناس اللي هما مزطولين هذو كتع الجماعة انت عزتلا وانت عكذا يخدموا معاهم ناس في الاحياء يخدموا معاهم ناس في البلديات في الولايات في الوزارات معهم ناس في الملعب الرياضية قال مثلا الناس مكلفينهم بيترديد هذيك الهزيج وكذا ويتحكموا هما في الجمهور هما كلهم يوظفوا رأي العام إذن هذا الجهاز انتع المخابرات حتى هذا أنيس رحماني اللي كان هو قلم مرتزق كان يرتزق وركم سمعتوه في بعض المداخلات على هذه القناة اللي راح يسميها باللي انتع وقناة النهار ورح يتحدث على بعض المسائل ومن بينها ملفات انتع بتيزاز انتع جنرال توفيق هو بنفسه تحدث عليها وسمى من بينهم الحبيب آدمي تحدث عليه الصحافة كيفاش هما لما يحبوا يشهروا بواحد وكيفاش كذا حتى إلى درجة أنه يقتلوه هذا اللي كان هو في وقت مين الأوقات هو يبتز في الناس كان هو يتحدث في الناس الآن صاروا الناس يتحدثوا على الارض انتعوا ويتحدثوا على ال Amranتعوا ويتحدثوا عليه هو في شخصه وفي غيره من الشخصيات هذا الناس اللي كانوا يتحدثوهما يطعنوا في الأعراض انتع الناس صاروا الناس يهزوا في الصور تاولادهم وابناتهم وينشرفوها في الفيسبوك إذن هذه المسألة تدخل في تدخل في إطار التصفية تاول الحسابات ذو إحنا إذن نعرف بعض الأشياء حتى باش فيما بعد نعرف شكون هو هذا أنيس رحماني نعرف شكون هو هذا المدعو هذا أمير بو خرص كيفاش ظهروا في اثنين نعطوا تعريف للحرقة نديروا ولو صورة مختصرة على الحرقة كون هو أن هذا المدعو هذا أمير بو خرص حرق يعني نعطيه صورة مختصرة على الحرقة بلوك الناس اللي هما ما حرقوش أو الناس اللي هما ما عاشوش مع الحرقة ما يعرفوش الحرقة بطبيعة الحال لكن الناس اللي رأهم عايشين درك في الخارج ورأهم يعرفوا الوضع عن تاعة الحرقة تاعة الناس اللي يباتوا براء يباتوا في الجليد كي الناس اللي رأهم درك هما ما حيرين في رواحهم كيفاش يديروا وكان الناس اللي رأهم عايشين بطرق ملتوية عايشين بوثائق مزورة قال واحد دير كارت ريزيدونس مزورة ولا كارت ديدونتيتي ولا باسبور ولا كذا دير وثائق مزورة وعايش بها كاين حتلني خدام دير قال مثلا فوس كارت ورأهم قال خدام بها يخدم في لنتيريم رأهم دير واسمونتا على سيرونس كل شي مدرح ورأهم خدام ويشتغل يشتغل ورأهم عنده شهرية ولكن رأهم في إطار غير قانوني ما يقدرش هو يروح البلاد لماذا لأنه ما عندوش جواز صفر صحيح وما عندوش وثائق صفر صحيح وما يقدرش يروح البلاد ما نحكي عن اللاجئين رأني نحكي عن الناس اللي رأهم عايشين بوثائق مزورة الحراقة ذرك الحراقة كما قلت لكم كاين ناس ذكرهم كاين الناس اللي رأهم عندهم ولادهم رأهم حراقة أو عندهم الأصدقاء انتاحهم أو من أبناء الحي انتاحهم والله كما يقولوا في البلاد من أبناء الحوم انتاحهم من أبناء المدينة انتاحهم من أبناء القرية انتاحهم رأهم عايشين سواء في فرنسا أو في ألمانيا أو في بريطانيا أو في غيرها من الدول رأهم يعرفوا الوضع انتاحهم كيفاش رأهم عايشين هاكم شفتوا غير دليل يعني مجرد دليل هو أنه هذك الأخ اللي توفى مؤخرا المدهو هذك محمد الوالي واسمه كان عايش في وضع وراهو يحكي عليه هكذا واسمه شوشان قال لك باللي يعني الصحة انتاحهم مفرط فيها لماذا؟ لأنه ما يقدر جيداوي يروح المستشفى لازم له وثائق أعطيني الكارت فيطال أعطيني البيز دي دون تيتين تاك وبالتالي هو صحتهم مفرط فيها لماذا؟ لأنه ما عنده ما عندهوش وثائق وكثير من الناس الحراقة اللي رأهم عايشين سواء في فرنسا والله في دول واحدة أخرى هما يبتعدوا للمشاكل يعني وين يشوف مثلا قال مثلا هوشا رأهم ناس متهوشين والله يشوف مثلا أكسيدون والله كذا يشوف الدرك ثم والله الشرطة هو بعد على المكان هذاك لماذا؟ لأنه يخاف لو كان هو يكون غير في هذاك المكان ويكون فيه مثلا تفتيش والله كذا يحكموه يديوه هذا الناس اللي رأهم دورك مثلا عندهم في الفيسبوك هو يسجل بس مستعار ما يبينيش حتى الصورة نتاعه يستعملوا في هذه الوسائل مربما بل من أجل الاتصال مع أصحابهم والله مع العائلة نتاعهم إلى غير ذلك ويبتعدوا عن المشاكل نهائيا لماذا أنا جبتكم هذه المسائل يرىها مرتبطة بهذا الموضوع حتى باش فيما بعد تعرفوا هذا الوضع اللي رأيه فيه هذا المدعو أمير بو خرص هذا اللي رأيه عنده صفاحة ويتحرك في فرنسا ولا شرطة ولا مخابرات تحدثي له سيما هو أنه يتحدث في مواضيع وكذا وقنوات تعرض فيه قناة تسمع أنه يروح لستوديو أو يروح للمكان وتعرفوا هذه المسائل اللي نجي الآن في هذه المسألة بالذات ندعي الموقع نتاع الفيسبوك نحكي على بعض المسائل حتى باش تعرفوا تعرفوا روحكم ونراكم من خلال خدم عقلك هذا الموقع نتاع الفيسبوك كين بعض من الناس اللي ربما رأهم مرة على مرة ملاحظين لما تدخل الجوجل ببعض أن أنت تحوس على سيارة أو تحوس على جهاز أو تحوس على حاجات سواء تشريها أو انتاحها بتتعرف على بعض الخصائص تاها من خلال موقع نتاع الجوجل أو من خلال اليوتيوب أو من خلال مواقع واحدة أخرى محركات واحدة أخرى لما أنت تدخل للفيسبوك تلقى هذه السلعة أو هذه المادة أو هذه الآلة اللي كنت تحوس عليها تواجهك في الإشهار لماذا؟ لأنه هما هذ الناس رأهم وصلوا إلى درجة من التكنولوجيا ومن الرقمية بحيث هو أنه يقدروهما يتابعوك وعندهم ملفات اللي هي تتابعك تعرفك وش من جهارك وش رك تشوف وش رك كذا أيضا في المحركات أنت على البحث مرات أنت كاتب مقال أنت كاتبه وأنت تبحث على المقال هذاك في المحرك أنت على الجوجل لا يخرج لك أرغم أنه موجود أو مرات أنت تكتب في المحرك أنت على الجوجل تكتب حاجة ويتخرج لك حاجة أخرى لماذا؟ لأنه هذه المحركات أنت على الجوجل وغيرها من المحركات وحتى أنت على الفيسبوك رأهم مديرين هما أولوية كان الناس الذين يراهم هما يدفعوا في الإشهار يخرجوهم في الصفحات الأولى وكان الناس الذين هما محاصرين حتى في محركات تاعة الجوجل لا يخرج لك نهائيا تدير المقال أو الإسم أو لا يخرج لك بينما في المقابل أنت تكتب له مثلا مرسوداس وهو يخرج لك X أو Y من الناس لماذا؟ لأنه مدعوم مدعوم من أجل توجيه الناس من أجل بطبيعة الحال مسائل محددة دكتور عرفوا باللي هذه الأجهزة مثل ما كنت نحكي لكم منذ قليل الأجهزة تاعة المخابرات هذه عندها العيون انتاحة في الداخل وفي الخارج والجهاز تاعة المخابرات مش فقط هو أنه الجزائر فرنسا عندها العيون انتاحة بريطانيا عندها العيون انتاحة إسرائيل عندها العيون انتاحة وكذا هما ذرك من خلال أنه تسرى بعض الأشياء هكذا هما يوجهوها كانوا مثلا بكري ناس عندهم عملاء عندهم كذا كذا الآن من خلال هذه التكنولوجيا صاروا يوجهوا في جعوب صاروا هما أنه يديروا في إحصاءات ذرك مثلا هذا الموقع نتاع الفيسبوك نحكي لكم معنا بعض الأشياء بين بعض المبتدئين هكذا اللي مو مش فاهمين هذه المسائل نحكي لكم معنا بعض الأشياء في الموقع نتاع الفيسبوك مرات يعرض عليك يقول لك هذا فلان راه صديقك ولا راه هم العائلة نتاعك وانقريت وش هو العنوان نتاعك وش هو رقم نتاعك كل هذه المسائل هي راه داخل في الفيشي نتاعك في شيء بكري قال مثلا راه تروح انتال كوميساريا ولا قال مثلا للدرك ولا كذا يدير وكان في شيء يسقصوك على بابك واختك وعمك وانقريت وكذا وكذا الان لفي شيء هم موجودين في الهيز ابليكاسيون قال مثلا لديك ابليكاسيون من خلال الانستغرام والفيسبوك وكذا يدخلون للهاتف من تاعك عندهم الارقام من تاع الهواتف من تاعك كامل اللي راه من تاع الاصدقاء من تاعك والاقار من تاعك اطلعوا الصور تاعك اطلعوا الفيديوات تاعك بالتالي هم رأم معك رأم حاضريني معك هذه المسائل كلها لازمكم تعرفوها وتقدروا فيما بعد توسعوا في هذه المسائل انا اعطيت لكم هذه الصورة حتى باش فيما بعد نعرف وش كون هو هذا المدعو هذا انيسر رحماني وش كون هو هذا المدعو هذا امير بوخرس هذا كيفاش اظهر هذا انيسر رحماني انيسر رحماني هذا ظهر في وقت من الاوقات عن طريق الصحافة المكتوبة كان ما يظهرش بالوجه انتاعه وكان ما استعمل هذا اللبسود وهذا انتاع انيسر رحماني لماذا لانه كان هو يخاف من التعرض الى القتل والى التصفية كان هو يستعمل في هذا الاسم وبطبيعة الحال يهجم به الناس يهجم به كان هو مختص هو في جلد الاسلاميين هذا هو الاختصاص انتعو ذرك هذا الشخص كان واحد ما يعرفه في وقت سابق حتى برح هو كيف تخلي للصحفة الخبر وكذا فيما بعد هو ما يصنع هذا الجهاز المخابرات يصنع الناس عن طريق المعلومات يعطيو معلومات والمعلومات هذه تصير حصريات هذه المعلومات تلقاها فقط عند الاجهزة تاع الامن جهاز المخابرات على جلبة يعطيو المعلومات صحيحة وحتى اقمد تشوفو ذلك في بعض القنوات الفضائية من بينها فرونس فانتكات وانا متأكد على يقين من انوار يسمعوا فيها وقنوات واحد اخرى البي بي سي سي ان اان كذا كذا كينين اللي هما يتعاملوا مع الصحفيين جزائريين وعلى بالهم باللي يراهم يخدموا مع الجهاز يتعاملوا مع الصحفيين اللي هما عندهم علاقة بالجهاز تعالى المخابرات والجهاز الامني المختلف هما يصنعوا اذا من خلال هذه الحصريات علش انت تتبع قناة فضائية لانك تلقى فيها اخبار تتبعها هما يستعملوا بعض هذو الناس يعطيو لهم معلومات وتصير انتكاء كما الحبات القمح اللي تتبع فيهم الدجاجة حتى نطع في الفخ هما كينين الناس اللي هما يستعملوهم 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 فيما بعد لما هو يخرج على الطريق او يبدأ هو يستعمل في هذيك الشهرة قال الحبس دير الفراء اذا ما حبش يعطيو معلومات غلطة ويدخلو الورا صفح قال مثلا اعلن ان فكذا وورا همات ومن بعد يدخلو الورا صفح يعطيو معلومات ملغمة او معلومات اجتماع 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 هذا ما حصل خلاص الى غير ذلك من المعلومات اذا هما عن طريق المعلومات يطلعوه وقادرين من خلال المعلومات يهبطوه سواء ان كانت قناة فضائية والله صحفيين يعني مختلفين سواء كانوا في السمع البصري والله رحماني معروف عليه بانه قلم مرتزق في وقت سابق الان ذرك هو داخل في اطار انت سير انت الاجنحة هو ينتمي الان لجناه حتى وانه يسوق في قناة مستقلة وكذا وكذا يجي نهار وانه لما يتغير النظام تعرفوه مثل ما خلقوا ربراب وخلقوا حداد وخلقوا كثيرا من الناس تحكوتو الى غير ذلك خدموا واسموا هذا الخليفة وخدموا ناس واحد اخرين راه وكان هو في وقت سابق كان يشتغل عند ناس ودرك الان هو صار باترو من خلال الاموال اللي يضخوها له درك في المقابل هذا المدعو هذا امير بو خرص رانا اعطيت لكم الان صورة للحراقة هذا الانسان اللي راه ودرك هو حراك خدموا الروس وعقول في الجزائر انا شخصيا انا شخصيا نعرف ناس كين منهم حتى من الاقار بنتاعي يخدموا في اجهزة مختلفة في بعض المواضع يسي بش يفيتيك يفيتيك ما يعطيك معلومات لماذا لانه عارف بل انت رك انت في هذا الوسائل تال الاعلام يقول لك لا ربما انا نعطي معلومات يعرف المصدر التاع وكذا فيما بعد نعاشي انا في السين وفي الجيم ونعاشي انا ندفع في ثمن او سيد اذا راه في الخارج راه لي بعد عليه انا ندفع في ثمن وانا في الجزائر نحكي لك الاقارب الناس في السلطة كيف يخرج معلومات يعطي الواحد حراك خدموا العقول بتاعكم هذا نحكي لك انا واحد من الاقار بتاعي ورا عندكم هذه الانواع نعطي لكم تجارب ونعطي اشياء من الواقع حتى تخدموا الرؤوس بتاعكم ذرك هذا الناس اللي راه مذرك هما في السلطة ولا راه مذرك هما داخلين في اطار هذا السراع شكون هو اللي عنده شبكة قبل من جي لهذا ذرك واسم هذا كامل بو كاز و اشخاص وحد واخرين شكون هو اللي الناس عندهم شبكة هذا عبد وصمار هذا في اطار وشكن يشتغل هذا هذا الجهاز انتع المخابرات عنده شبكة ورا كم شفته مؤخرا قلت لكم انا هذا انيس رحماني هو بحد ذاته صار يتحدث على الملفات انتع الابتزاز تعرفوا في وقت سابق هم يخرجوا بعض الملفات من بينها ملف انتع صناطراك من بينها الملف انتع طريق سيار والعقار من بينها المتاجرة بأشياء كثيرة واخرتها الملف انتع الكوكايين عندهم هم صحفيين وعندهم ناس اللي هم يشتغلوا معهم مثل ما كنت يعطي لهم معلومات من اجل صناعتهم اعلاميا تصار عندهم شهرة من بعد هم يصيروا يوجهوا الناس من خلال هذه الشهرة هذه نعطي لكم امثلة كاينين الناس اللي هم صنعوهم ايضا اعلاميا من خلال افلام من خلال هذو اللي قال في كرة القدم كاين بعض الشخصيات اللي هو واحد ما كان سامع به فيما بعد يعطي لهم فرصة وينفخوه اعلاميا وكذا وكذا في المقابل كاينين اللي يدمروهم مثلا شوفوا ماجير ومقارنة بلاعب اخرين كاينين اللي هم طلعوه ووصلوه الاسم وفي لحظة يهبطوه وهذا الشهرة هذي عندها ثمن عندها ثمن كاين اللي راه ذرك هو الشهرة هذي كاين يقول يخرج راه متابع متابع من طرف الشعب ومتابع من طرف الإعلام ومتابع هكذا يقول لي هو يصير يخاف يخرج مع المرأة ومع أولاده عندها ثمن هذا الشهرة هذي مش غير هكذا كاين الناس اللي هما والله ماذا به والله ما يبن في تليفزيون لماذا لأنه يقول كان نصير أني الناس كامل هزتني في الفم يا ويح من أشرت له الأصابع بعض الشخصيات يتحدث غير في المفيد جايه مرة هكذا أوكازيون عام يركز في موضوع ويمرر رسالة معينة ويسلم بالعافية وكاين اللي راه مدرك هما ساكن في القنوات الفضائية تحل القنوات الفضائية تفطر عليها وتتعشي عليها وينتقد في بوتفليقا وينتقد في الناس اللي راه مدرك هما في السلطة وهو الساكن في القنوات الفضائية كاين الناس اللي هما استهدفوهم وكاين بعض من الناس اللي تحدث مثلا على القاضية هذين تعبو أكاس بو أكراه وجه تليفزيوني وجه إعلامي صار معروف ذرك لو كان جات هذا المسألة راه ذرك هي تتعلق قلب بتحطيم وش اسمه هذا كمال بو أكاس وش كون اللي صنع كمال بو أكاس أليس هو التليفزيون شكون اللي كان هو يروج له شكون ناس آخرين من قبل حتى باش نعطيكم أدلة مش يغن تحت ذاك فرق عصاد عصاد كان الامعة واسمه الفريق الوطني ولا لا لا وشخصيات كثيرة منهم الذين عذبوا وكاين حتى اللي قتلوا وكاين اللي هزوهم ومعتقلوهم كان في لومباز ومن بعد قال ثمر ورور يلا واكتب في الحيط وحتى ناس اللي كانوا هما في السلطة الجنرال العماري بحد ذاته ناس كانوا في السلطة ورحوا دخلوا في الحيط قصد مرباح بو ذياف إلى غير ذلك كان من الشخصيات باش من ضلش نغوص في التفاصيل إذن هذه الشهرة كان بعض من الناس اللي يقول لك أنت رك تتحدث على هذا المدعو هذا أمير بو خرص هذا تتحدث عليه لأنه رحوا عنده صفحة في الفيسبوك ورحوا صاروا الناس يعرفوه وكذا وكذا يا رجل خدم عقلك خدم مخك صدام حسين القذافي علي عبدالله صالح وكثير من الشخصيات هوري بومدين جمال عبدالناصر شخصيات كانت عندهم جيوش جيوش انتاع في الواقع وليس قال تاع الجامات رح مديرين للجامات والتعليقات ببعض الوسائل اللي نتحت عليها نعطيكم بعض الأمثلة خطر كين بعض الأمر التقنية اللي ما يعرف غير لي جرب ها ولكن كين اللي عندهم جيوش عندهم بنوك عندهم إعلام عندهم علاقات دولية صدام حسين في لحظة ما كان ولو لا جيش ولا إعلام ولا كذا هذو راهم في الواقع ما بالكم انت إنسان عنده باش في الفيسبوك ما يش حتى انتعو يعني قادرين اندق انتاع الفيسبوك لو كان يحب فيه يلا يسكر له عينيه ما يدخل عندهم هما عن طريق نميرو تاع الإي بي والله واسمو قال يقدر يبلوك دولة كاملة وعندك في الفيسبوك الناس اللي راهم دورك قال مثلا عنده باش يدير فيها تقدر بلاد كامل تحبس انت انت رك غير تدير فيها قادر انت دولة كامل تمنح ما يدخلوش للصفحة او سن معين قال للسن الفولاني قال ما كان قال ارقام تاع الإي بي قال مثلا جزائر ما كان إلى غير ذلك صفحة خاطيته تذك لما تحب انت تسرب معلومة تروح تسرب عن طريق قال مثلا معارف انسان عنده مصدقية وانسان عنده اخلاق وانسان ولد عائلة وانسان كذا ومشهود له عند الناس باللي يراه إنسان رجل فاضل وانسان تروح انت تسرب مثلا تعطي له معلومة او تروح انت الصحيفة معروفة قال مثلا بالموضوع ينتاح إلى حد ما او تعرف صحفين كيف انت تتعامل مع واحد تحرك تعطي له معلومات هي المسألة وراها هو انه هذا الشخص كان واحد ما يعرف بحث عنه في الجزائر او كان ينتمي الحزب او كان يعارض هذا النظام هذا الشخص حراق ومعره الوجه انتاع ويمشي في فرنسا تعرف هذا الشخص يقول دار طلب اللجوء في المانيا وبيحكم انه دير اللجوء سياسي وبيحكم انه نعرف اللاجئين ونعرف الملفات هذي كيف تمشي در كنت كل واحد كيف شره دير قصة في هذه المسألة اللجوء حتى تعرف هذا الشخص هو وتعرف شكون هم الناس اللي يراهم يحرك في كل واحد راه دير هو قصة في ما يتعلق بهذا اللجوء السياسي واحد راه دير ميل فنت شذوذ واحد راه قال مسيحي واحد راه قال كافر واحد راه كذا هو راه مثلا سوري هو يقول مغربي هو يقول لهم جزائري أو جزائري يقول لهم مغربي أو واحد قال مثلا راه قبائلي راه في اللغة مهددة وراء مطهدين وراء أقلي وكل واحد كيف دير ميلف كان فيه جهاز يدرس هذه الميلفات مباشرة لما تدخل الدولة تبصم فيها سواء اندرت فيزا ميلف في سويسرا ودخل لفرنسا تقول لهم أن ندير اللجوء لا تقدر أو كنت في ألمانيا وتدخل لفرنسا وتدير اللجوء لا تقدر هي كين مرحلة وان مرات هو ان واحد يدير ميلف اللجوء وفيما بعد هو يرفض الميلف لسبب او اخر يرفض الميلف وقال مقنح من خلال الطرح اللي قدموا على أساس أنه لاجئ سياسي هذا هو ما يقول بللي الميلف انت كذا راه ناقصته بعض الأشياء ما هو ميلف مقنع بللي انت راك لاجئ سياسي هو شي يدير يقول ويفرض عليه ويخرج من الدولة هذيك وعند فطرة يخرج من الدولة هذيك قال مثلا عندك فطرة انت عام ولا انت ثث شهر ولك هذا وفيما بعد هو يستعمل بعض الوثائق ويستعمل بعض الأشياء اللي يثبت بها باللي راه إنسان مهدد وراه كذا وبالتالي على جلبة هو يحاول يقنحهم على جلبة يعطي اللجوء السياسي هذا الشخص كان في ألمانيا وراها تسجيلات موجودة في الموقع نتال يوتيوب وهو يطعن في هذ الناس اللي راه في فرنسا خاصة من هذا وليبير وهذا وكذا وهذا وكذا وين راه ودرك الان راه في فرنسا مش كل أخضر حاشيش ومش كل حاجة تلمع راه ذهب كان بعض الناس اللي هما راه هما ضامن له السكن وراه ينتقل من مكان الآخر أجهز الامن وفرنسا راه مدلين ومتحت عينيه يعني لو كان يحب يهز في اي لحظة هوا الان شفت تسجيل واحد من ابناء الحركة هوا در تسجيل وهو قال لابن لان راح نرفع دعواء قضائية ضدك خطر هنا في فرنسا ومش كما دول واحد أخرى انتقد كذا حتى باش تعرف راحك وين راحك راحك في فرنسا ولد الناس والله يحكموك والله ما يرحموك وهم كاين الناس اللي راح كانوا قدامك كاين حتى اللي قتلوهم والله ما يرحموك ما تخممش غير في راحك برك خمم في العائلة انت خمم في البلاد علش انت في بالك انت كاين بعض الاشياء اللي احنا ادواموها وانقلت اخوانا نمشي بـ 20% ما نمشيش انا بكتر 20% نمشي غير 20% ولا 5% ونمشي بعقلي خطوة خطوة حتى اذا كان درك انا ما حققت بعض الاشياء يجي ونمشي فيها وكذا من هو المستفيد كاين الناس اللي راح مدرك في الجزائر كل مرة هي لما تقرب في الانتخابات الرئاسية يستعملوا هما ملفات يستعملون ملفات هذه ضخ revolutionary يستعملوا هما ملفات انت على الفساد انت اللي يتحدث على القاضية انت على الخليفة انت اللي يتحدث على القاضية انت على الصناة راكة انت اللي يتحدث على القاضية انت على طريق سيارة هما راهم درك هما عصب راهم هما يستعملوا في ملفات انت تبرعك كان الناس راهم يستعملوا فيك كان واحد ضابط ركت عارفه كان يعطيك في بعض المعلومات يستعمل فيك انت من اجل ضرب ناس اخرين وكين واحد ايضا حاطره هو معارض سياسي كبير نفس الشي يستعمل فيك وانتا في بالك بلا يستعمل فيهم من اجل انتا باش تجيب انتا مزداقية هذا الناس اللي راهم دورك مثلا هم راهم خايفين خايفين على ولادهم لانه الجزائر معرضة لاخطار وقادرة تحرق في اي لحظة خاصة انه هو انه كين هناك تململ داخل اجهزة مختلفة سيما بعد هذا المرض انتا ابوتفليقة الناس خلاص كرهت الناس يئست الناس كذا والفساد هذا راهم موجود هذا لا يعني باللي النظام قلت ونعود نكرر من انه هذا النظام راه هو نظام فاسد ونظام فاسد ونظام مجرم والنظام هو اللي وصلنا لهذه المستويات وانا شخصيا دائما نكرر ونقول هو الله العظيم لو كان لقيت ناس وعيين ولو كان لقيت ناس في المستوى راهم يتحدثوا بموضوعية بعيدا على هذك الانتماءات وبعيدا على هذك التخندق انتا يمشي مع واحد ضد واحد والله العظيم ما نتكلم ضد الشي اللي كان يقوم به انيس رحماني البارح واليوم وفي الغد انت مكش معارض سياسي انت مكش انسان الواعي اللي راه وقال مثلا يتحدث في قضايا اسمه انتارك تطعن في اعراض الناس من بين الناس اللي طعنت الاعراض انتاعهم هذهك نعيمة صالحي على هذه المسألة انتا شهرة وانتبان شهرة انتا مع خديجة بن كنا وانتبان شهرة انتا مع احلام مستغانمي وانتبان شهرة انتا مع ياسمينة خضرة وانتبان شهرة انتا مع مطعم عطبل والناس ومع الشاب خالد وغيره من الشخصيات الاعلامية والفنية والاكثر وانتبان شهرة انتا عندك باش مانبا قادر تتحكم فيها باش قادرين هذوك الجامعة هذوك شغل واحد يبيع في الصراب تستعمل انت هذيك الوسيلة من اجل التوعية انتا عن الناس ولكن لازمك تكون انتا واعي كيفش انتا الوعي ما عندكش تتظاهر امام الناس من انك رك توصل انتا يا النادي صانوبر وانتا يا تاريخ شوفت لك فيديو المرة الاخيرة كاتب تاريخ كاتبوه في الحيطم لازقو بسكوتش تاريخ ماكش قادر تكتبوه في الجهاز تاك انتا تخترق الاجهزة تبرعوك ما عندكش الوعي الامني هذا تبرعوك ما عندكش تتنشر الوعي انتا يا تتقدر انت تحارب انتا الموساط وتحارب هذي الاجهزة المختلفة انتا راهم يستعملوا فيك كالناس قالوا سعيد بوتفليقه يستعمل فيك نعم ترك يعقل في السعيد بوتفليقه هو ارانه يستعمل فيك ليس احديث معك سعيد بوتفليقه انتا Legacy pharmacies обсواء عليها يا وليAsh يعطيك بابه ما احديث معك نهائي انتا يتعرف مع кого وواحد من الناس اللي كانوا معاك وكانوق التحثى عليكено puckering علاقات بسعيد بوتفليقة هو يستعملك انديركتهم هم راهم يستعملوا ناس قبلك وكي الناس اللي نعرفهم انا ونعرفهم بالاسم وبالفا والنون يشتغلوا معهم من بينهم عارفوا مشاكل هذيك شهر اما تنفعك وين راه محمد تملت محمد تملت اللي راه وذرك هم بعثوه في وقت العربي بالخير بعثوه هذا محمد تملت بعثوه البريطانيا هم من اللي بعثوه بعثوه دارولوا بورس اليترونجي وكذا 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 وكانت عنده علاقات حتى انو عندي تسجيل راه موثق عندي قاسم من بالله عندي تسجيل هو اللي يعضر معايا هو هو هذا محمد تملت هو يهدر لي ويقول لي ههم كيف اطعوني بورس اليترونجية وهني نعرف فلان ونعرف فلان ونعرف فلان تسجيل راه موثق ننشروا انا ننشر على الجلب عارفوني الناسا معلومات كيف جيك انتك كيف تستغلها كيف تنتículos بنشرها او يعرفوك الناس لما انت ذوق تتحدث ويكونوا يعرفوك باللي انسان انظيف ويعرفوك باللي انسان عندك افكار يخاف منك لكن لما تكون انت كتلي كوموند راهم يمشيو فيك بالتلي كوموند ويأتي النهار اللي يحبسوك بالتلي كوموند هات التسريبات اللي راها دورك هي راهم موجودة داخلا في هذا الاطار شكون هو الجهاز اللي راهم يمتلك المعلومات اللي راه واصل هو للرئاسة وواصل النادي الصانوبر وواصل الجمعيات وواصل وزمو هو الجهاز انت عن المخابرات هو اللي يمتلك ملفات انت مع مراك اراك مع بنز ديرا اروح مدل بنز ديرا انت مع مراك اراك مع هذا المدعو امير بخارس اروح مدله وقعدوا يلا الناس راتتفرج في الهوشة او انيس رحماني هاو ذاك هاو ذاك هاو ذاك قاعدين هما يسربوا في معلومات من هنا ومن هنا ويضربوا في بعضهم البعض يصفيوا في امور بعضهم البعض والشعب يدفع في الفاتورة يا اخويا خدم عقلك انا ما ننتميل حتى عن اصابة وما نمشي حتى مع واحد انت اذوق مثلا راك حبيت انت تحارب الفساد حارب الفساد دون هو ان تسئل الناس علش تروح تحكي انتايا على هذه نعمة صالحي لخدمة تيار معين نعرفوه وهم اللي مانعينك باش تهدر لخطر لو كانت تهدر ثم يقولوك يلا هز باقش داعك والله هم يبيعوك وما يقدموك للشرطة دونك انت متهدرش صفيوا في حساباتهم مع ناس تعليقات سرق فيها تيار اجز هو انك انت تكتب ولا تزموك سير انت توجه في رأي عام انا شخصيا انت لا تعني لي شيئا ولا على بالي بيك ولكن الشي اللي انا مخوفني هو هذا الشباب هذا الشباب المزطول هذا الشباب الذي لا يفرق بين الصديقي والعدو هذا الشباب اللي هو يشوف فيه طريق واحد يخدم طريق ضرب فيها سنوات والله كذا هو يخدم طريق نقص فيها حاجة ننتقد ننقص هذا واحد راه انشر صورة انتع وحدة ومش حتى انتع وسارقها ويجي انا يحطوا بطل هذا شاب هذا عنده عقل هذا ما عندوش العقل هذا والله هذا انا نعتمنو عن البلاد ما نعتمنوش عن البلاد اذن الاخوة والاخوات هي قضية انتع تصفية انتع حسابات ذرك هما هذا استعملوه لانه هما هذا الاجهزة هذو يحبوا يخدموه بالناس من الشوهين هذا انسان ما عندو حتى تاريخ ولا هو معارض ولا عندو مشروع ولا عندو كذا يحوس على روحه يحوس هو على جلبه يتحصل على وثيق ويتحصل على سكن ويتحصل على خبزة كيان بعض من الناس يقولك اكتخدم في النظام وعليش ما يجيبوناش هنا في القنوات انتع النظام نهادوه وكان جينا نخدموه هنا في النظام عليش ما يجيبوناش من منوعين لا في الداخل ولا في الخارج يروح هاني في فرنسا اللي هنا شحل من سنة وانا موجود هنا في فرنسا وانا نعارض في النظام كاش النهار شفتوني انا في فرنسا في انتكات وبينما يجيبو يعارف مشاكل اللي هو انتع المخابرات يخدمو به وعلى بالهم خطر علاهم يجيبو الناس اللي يوظفوهم يجيبو الناس اللي هما يقدرو يمشيو بيهم مواضيع يجيبو لك مثلا واحد من جماعة انتع الفلن فهمت؟ يجيبوك واحد من جماعة انتع الفلن دون هو ان نذكركم الاسماع كما تعرفون لما تشوف انت تتقية يجيبوه ويجيبو معاه واحد اخر من اجل خدمة هذا الشخص الاخر لكن باش يجيبو رأي متوازن يجيبو ناس مثقفين وناس مفكيرين وناس اللي يراهم يحكيو في المصلح انتع البلاد وكذا ما يجيبوهمش هما يجيبو هذا من اجل ضرب هذا وكيني الناس اللي هما يدخلو على الخط قال مثلا واحد هو فاشل اراه دار حزب ولا دار حركة ولا دار كذا فاشل مقدرش هو يوصل للجماهير هذيك نستعمل بوق من اجله هو على جلبه شو يوصل لهذه الجماهير الجماهير هذك رأي لبلهب بيك سقط سقوط حر مع اوتش تنوث سواء بهذا الشخص والله بشخص واحد اخر هما يستعملو فيه مرة على مرة هكذا من اجل طمرير بعد الرسائل من اجل ضرب هذا ضد هذا وكيني الناس اللي هما عندهم تصفيت حسابات قال مثلا انا من برج الغدير يعرفوني الناس يعرفوا الاهل انتاعي يعرفوا الاقار بالتاعي قال واحد درك هو حب يصفي الحسابات مع اخوها او مع عمي او مع بن عمي ولا كذا قال يلا هاو نبعث لك الصور وهاو فلان هاو اخوه هاو بن عمو هاو كذا هاو كذا درك الناس اللي هما ذوق قال مثلا في برج الغدير يشوفوا الصورة قالوا والله غير صح والله هذا عنده معلومات صحيحة لكن هما رغم يستعملو فيه استعملوه لتصفية الحسابات وهذا القضية هذه انتاع الابتزاز وانتاع الاموال هذا القضية انتاع الابتزاز خدمة انتاع مخابرات هما اللي يبتزون الناس بالملفات انا عندي ملفات عندي تسجيلات موثقة انتاع ناس قاسما بالله لو كان ننشرها والله واحد ما عاد يسمع به ما عادش يسمع به ولو كان جيت انا نحوزه على الشهرة ننشر هذه تسجيلات قاسما بالله انتربق الفيسبوك وانتربق اليوتيوب وانتربق كثيرا ولكن انا مش هدك هو الهدف انتاعي انا ذوك مثلا واحد قال غلط غلطة والله ما لبلش ان احكي امور فيه حالة غضب والله ثاقفية والله كذا انا ما نرحش نستعمل هالك المسائل باش نضرب بها البلاد نخمم انا راني نؤمن بمشروع نؤمن بقضية نؤمن كذا ندفع على جلبه اش هما الناس يا اخويا خدم مخك خدم عقلك انا نحوزه على خدمة البلاد مش نحوز انا على خدمة منطقة والله خدمة اتعجيها يجي هما قال يعطيه لك سكنة والله يوكلك وشربوك ويسيروهما ناس ملاح وحتى ولو كان هذالناس رهم يتضمروا في البلاد حتى ولو كان هذالناس رهم هما يحوزوا على جلبه شي فصله منطقة او كذا او كذا او كذا او كذا انا نعرفهم كين الناس اللي رام يشتغلوا مع الجهاز انتاع المخابرات ديري لهم رأس مال برة كين واحد ديري لهم بوشي واحد ديري لهم كوافر واحد ديري لهم مع البريشانا مونوبري واحد ديري لهم كذا وقعدين يحركوا في الاموال تاعهم اموال هذالناس رب رابع هذا وقتها ظهر هذا هارف تسعينات كان اد كونطابل عاشقه رب من ارباب الجزائر هذا وش اسمه حداد الى غير ذلك وين ظهروا مش غير هما كثير من الناس كثير من الناس اللي هما ظهروا في هذه المأساة على حساب الشعب الجزائري احنا نحوسوا احنا هو انه الاموال وثروات انتاع الشعب تتقاسمها الولايات كامل لا فضل لي ولاية على اخرى لا فضل لي منطقة على اخرى لا فضل لي مثلا منطقة الاوراس ونضخ فيها الاموال كامل او تضع لي منطقة القبائل ونضخ فيها الاموال كامل ونخلي انا قال المنطقة انتاع السحراء هذا ويأكل فيهم الذبان ويأكل فيهم نسموه معاك هو انك لما انتا تقول لي باللي انا اراني ضد الحقرة معاك اراك ضد الفساد اراني معاك ولكن ما تمارسوش مش انتا تمارسو الفساد وانتا تحاربو الفساد كيفش انتا تطعن في مراه بولادها تقول انتا بللي اذي عاهرة على باك بللي شرعا شي هذا انتاعك غير مقبول لو تسمى فاسق فاجر لو كان راها الناس هكذا كراها تمشي بانتاع قال هذي عاهرة وهذي كذا ممكن قال مثلا غلطة يقولوها هكذا في الجزائر قال مثلا واحد في حال تغضب والله كذا قال كلمة لكن هو انك انتا تولي تستعمل في هذي المسائل عاهرة كنت حاضر انتا كي كان هو اراه وراك دمعها شوفتها لازم لك اربع ويشوفو مش اي فيديو شوفو شوفو ثم علىك حاضر وشوفتو ثم قال فوق السرير شوفتو ها هو كذا او مش فيديو فيديو دك تروح انتل المحكمة فيديو مفبرك هاي هامنا عندهم ايامات كان واحد بلوكيتو بعث لي فيديو قال سمن بالله العلي العظيم مقيم غير واحدك ما تقدرش تشوفه انتا واحد رئيس بلدية في مكتب وهو الفيديو هذا موش منشور يعني في اليوتيوب والله في الفيسبوك على كين الفساد راه موجود فساد راه موجود على الشواطئ موجود في الفنادق راه موجود في كل مكان في الداخل في الخارج على بلنبيه هذا الفيسبوك واليوتيوب راه وسيلة من الوسائل الاعلامية تقدر انتا توصل بها رسائل تقدر انتا تصنع بها وعي معين ولكن فيما بعد لابد من افتكاك هذه السلطة لا تقدر انتا تغير لو كان ما تغير انتا المنظومة من الناس اللي راه محاكمين لبوستكليت واشي هو الشي اللي تدرت انت البوت في الخامسة هاي هامدوك الناس يحوسوا على العهده الخامسه واشي هو الشي اللي يدرت انتا تخدم فيه هامدوك ومارام يستعملوا في هذه القناة انتا النهار وقال هاي شبكة والناس كامل في الجزائر جزائري احكي في كلش غير تمثلوا العرض انتع ويأكلك تمثلوا عرض ويأكلك هما ذكرهم يلعبوا الوطر هذا انتع قال اعراض تاع الجزائريين راح صارت في الفيسبوك وهذه المسألة لازم لها ثقافة لازم لها ثقافة ذرك هذا الفتح الاعلامي راح صارت الناس تصفي في حساباتها واحد قال مثلا راح خطب طفلة ما اعطوها لوش يلا ينشر الفطن تاعها او الاكس قال واحدة قال مثلا حبت الزوج بواحدة ومحبش الزوج بها يلا تنشر الصور تاعه وكذا وصارت هذه الوسائل هذه وهذه الوسائط لتحطيم عائلات لتحطيم مجتمع وكنتها لما تحث عن الفساد قال راهو ذوك مثلا واحدة بعثلك ميلف تسرع قال مثلا ذوك راهو واحدة بعثلك ميلف على ولد فلان والله قال انت راهو كين واحد صاحبك في الفيسبوك بعثلك قال لك انا راني نعرف فلان هذاك وهذا هو بنو مثلا دخلت انتا للاباش انتاعه وديت انتا الصور تاعه وانشرتها هل ترى خممت انتا في التداعيات انتاع نشر هذاك الميلف هذاك والله هذيك الصور هذيك هل ترى خممت في هذا الشخص هذا اللي راهو يدرك واتصل بك قال راهو يحب يصفي حساباته بيانا لو كان ينظلك غير فقط على الصور اللي هزيتها ودرت الاسم انتاعها لو كان تدخل الحبس دون هو الذكر تاع الاعراض وانتاع الفساد وانتاع ذيك السرقات الفكرية انا شخصيا اخذت لي فيديو انتاعي انا شخصيا اخذت لي فيديو انتاعي هذاك المتعلق بهذاك واش اسمه النوه اخذت لي الفيديو انتاعي ودعيت زعمان ملكية انتاعه تاب روحك عاجز عاجز على امور تقنية هاني قلت لك اعطيت لك غير مثال برك ناشر تاريخ وملسقه بسكوتش في الحيط او راك تتعامل مع اجهزة او اجهزة ما على بالهم من خلال الحيط هاذاك او ما على بالهم به واش من ضارك فيها قال هاك في الدار الفلانية وين كنتوا ذاك النهار قلتاها دروه وتحكيوا وما على باليش وتحكيوا على اني صراح ماني او ما على بالهم بالضار او ما على بالهم بها على بالهم بك وراك انا اسمعت انا منذ يومين وقيت لكذا تحركوا هذو الناس انتاع ابناء الحركة انا ننصحك انا ننصحك شوف مكان واحد اخر روح شوف مكان واحد اخر فرنسا ما تقدرش تعيش بها بدون وثائق الا اذا كان راها تستغل فيك اجهزة فرنسا ما تقدرش تعيش بها وثائق سيا ما هو انك نترك الان بالصوت وبالصورة والفرنسا صار على بالها بكل شي بل تعتقد من انه ورحمة على بالهم بكل شي شوف في كل تعليق في الفيسبوك سوف نعطي هذه المعلومات لك انت وللناس اللي ما عندهمش الثقافة هذه ونحكي لك بحكم هو انه كنت مدير انت منتدى وانا العبد الضعيف اللي ما عنديش وسائل وما عنديش اجهزة وما عندي عندي مجرد كومبيوتر وعندي مجرد لوجيسيال هذا كل لوجيسيال هو تقدر تعرف به الشخص بالمنطقة بالتدقيق عندما انتظر تكتب تعليق سوف انتظر مثلا كنت في دار سوف انت في ليون مثلا فرضا وهو بطن تال مارسيي عنده واحد والله عند جماعة واحد عنده قارش تعطى مبيلات والله واعطالك قال البلاسة هكذا سوف قاعد فيها اما على بالهم بيك وما بالتدقيق وش من جهة راك را واحد ما شافك يوم من خلال رقم الاي بي على بالهم بيك حتى تخرج من فرنسا وين تذهب؟ في الفيسبوك هم يتصلوا مباشرة بالإدارة الفيسبوك إدارة الفيسبوك عندها جميع الناس اللي راهم يتصلوا بك عن طريق الخاص عندها جميع ارقام الهاتف من الناس وفي كل ما تكتب تعليق قال مثلا تخرجت من فرنسا راك في سويسرا تكتب تعليق على بالهم بيك بالتدقيق وش من جهة راك بلك انت تعتقد من انك راك تستعمل في الناس هذه الأجهزة المخابرات لا تهدر جهاز المخابرات اللي كان يحبوا يصفيوك يصفيوك لكن هم مدام انت راك قايم بالواجب راك انت مستعمل شباب من أجل تظليلهم هم راهم يستعملوا في هذا الامر من خلال عامل الوقت قال كل مره هم شخصيات ناس اخرين كيش واحد ذكره ويهدر على ماجر وانت بان الشهر انت مع ماجر شكون اللي يلتقي ماجر ويصور معه شكون اللي يلتقي باللومي لعبين تأكورت القدم هام الى وقت قريب وراه زياني هذاك وراه ذاك وراه ذاك وراه ذاك اتخذو فيه يمشيو فيه يمشيو فيه ومن بعد يالله قالوا راح انسيت سويت وهكذا في لاحظة من اللحظات عندهم مما صفحة تاع الفيسبوك شفت انتك يتقعد انتارك دير قلمتي لي شارجه دي فيديو هكذا وفي صفحة تاعك طف كليكي كذا كليكي كذا سبريم لابوبال بسلامة بالعافية هذو كل اراحة معك كامل الريح في الشبكة انا نقولك قادة رؤوساء دول عندهم جيوش على ارض الميدان عندهم أجهزة على مقابرات إعلام وبنوك وعلاقات دولية في لحظة من اللحظات ما كانوا له تقعد تبيع في الريح للشعب حاوسوا على تغيير حقيقي حاوسوا هو أن هذا النظام يروح ولكن هذا النظام راح متمكن من تركيع الشعب هاكم تشوفوا مؤخرا قضية على البرلمان كيفاش هذا بحج اللي في وقت من الأوقات استعملوه ومن بعد يلا طف كان مكان جابوا واحد آخر والناس اللي كانوا في وقت من الأوقات كانوا يزعمون المعارضة ويزعمون وقفهم مع هذا يالله طف ذرك قال غدوة بغدغد قال سيد الرئيس وساد النواب ساد الوزراء تغيير تعال النظام لازم له الناس تقعد على طاولة الحوار لازم الناس تقدم المصلحة العامة لازم الناس تتقدم للتضحية وتضحية ليس بالرياء فرق بين التضحية والرياء تضحية لما أنهار تكون أنتا وحده تسكنه وحده توكله وتشربه هار تكون أنتا تبذل في الوقت أنتاك أنتا وينهار تصير أنتاكي ماذاك هذو الناس اللي راهكم نوركهما راههم كلمث أن يعاونوا في الفقراء والمساكين راههم يعاونوا في اليتامة راههم يعاونوا في المرضى كذا 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 وراء قال مثلا واحد تخرجوه من ازمة واحد تخرجوه من ازمة تعسكن هذا راي عون في الناس مؤخرا واسمه هيشام عبود اللي كان يهدر على سعيد بوتفليقة او قال يصير انت قال هوا بعث له انا وهاني هدرت معه يعطيك ميلف انت قال انشار في الفيسبوك او هذا انسان زوالي تت انتارك ضد سعيد بوتفليقة برا كما تلعب بالغاشي يستعملوه فيك من جهات مختلفة واحد ضابط سابق واحد ما لابلش انا كان في اداره سابقه واحد قال راهو صمصار سابق واحد كذا واحد كذا هو ما راه هم كيني الناس اللي راه عندهم يخدموا في الجهاز في الداخل وفي الخارج راه هم متسارعين ذرك هذا عبدو صمار هذا شكون هذا عبدو صمار شكون وراه كاش واحد كان يعرفون من قبل هم يعطيو لهم ميلفات قال يلا يصنعوه ومن بعد يلا راح توفيق يدوروا بالجماعة انتاعوا كامل يقصوهم راهو ذرك حاكم الترتاق الترتاق يجيب جماعته يروح ترتاق يلا يدوروا بجماعته راهو ذرك بوتفليقة راهو جايب جماعته يروح بوتفليقة يجيبوا ناس واحد اخرين ويجيبوا جماعتهم وهكذا احنا نحاوسوا على جلوه ان يكون هناك تغيير اذا الاخوة والاخوات هذه المسألة انتاع هذه الحرب الدائرة هذه فيها علامات استفهام ومش كيف ما راهو يحكيوكم لا النظام راهو على الحق ولا هذا الشخص هذا راهو على الحق ولا هذا الناس اللي راهو يستعملوا فيها راهو على الحق راهو هذا يضرب في هذا بعيدا على المصلحة انتاع البلاد اتمنى هو ان راهو الرسالة راهو وصلتكم انا هذا الشخص لا يعني لي شيء وانما هذا التظليل وهذا الوعي الزائف اللي راهو منتشر عند كثير من الشباب عندي وقت من اللي تحدث عن الموضوع انتاعوا بينه وبين صديرة انا راني ضد الخط انتاعوا وضد الاسمه ولكن كثير من الصحفيين كلهم عندهم علاقات مثل ما كنتم قولكم عندهم علاقات بالاجهزة نتاع المخابرات يعطيولهم معلومات والاجهزة نتاع الامن الضرك كذا الولاد كذا 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 عندهم علاقات يعرفوا ناس كذا يسربيلوا معلومات ومع ذلك قام قدام مرة يدخلوا الوراس وفي حيط اخوة والاخوات اذن اتمنى هو ان راني افتكم من خلال هذه المداخلة انصح الشباب هو انه يبتعدوا على هذه التكتلات وما ترحش انتا يا اخوية تبع غير هكذا كبارك كين الناس راح تصفي في حساباتها ما ترحش انتا قال لك انا نستغل هذا وغدوه كيف كيف غدوه راح ينتقوا منك انتا كما تدينو تدان اتمنى هو ان راح الرسالة وصلتكم ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة